موسيقى الدرك كجهاز أمني وجد لمفهوم أمني وطني جديد من خلال شرحك هل ممكن في المستقبل أنه جهاز الأمن العام يكون أكثر مدني يعني طابعه مدني أكثر مع المواطنين مثلا قضايا تنظيم قضايا السير بعض الإشكاليات البسيطة أما ما يتجاوز ذلك ممكن يروح للهل مثلا نتوقع مثل ذلك أتوقع هذه ليست الفكرة تاعتنا ولكن الفكرة العامة وفكرة ورؤى جلال السيدنا هي أنه تفريغ الأمن العام للواجب الطبيعي المدني هي عبارة بكل الدول العالمين بيحكو لك سيفيل بوليس يعني شرطة مدنية مدنية تتعامل معهم المواطنين تقدم لهم الخدمة الأمنية لأنه كل الناس بلجأوا لشرطة مشرطة ما بتروح عليهم لما تحكي شرطة خدمية أكثر منها نحكي لواجبات محددة مخصة أما فيما له في بعض الواجبات تحتاج أن قوة عسكرية ذات يعني زي ما أحكي مدربة مؤهلة وأشير لنقطة معينة كمان إحنا كقوات درك كمان زينا زي الأمن العام نتمتع بصفة الضابط العدلية يعني إلقاء القبض أي أمر ثاني إحنا كقوات درك مسموح لنا أنه نجري وبعض الأمور كمان تجرى ليس بس بحالة طلب الأمن العام ممكن إحنا ندخل بأمور ولا ننتظر أنه الأمن العام أخواننا بالأمن العام طبعا اللي دايما على تواصل معهم لا ننتظر أنه بس لحد ما يطلبونا أكيد أنت كمواطن أنت أيضا ما بتستنى أنه واحد أنه ناس يحكي لك بلغ عن المشكلة أنت شريكي للإستراتيجي لا ننسى أنه جميع المنظومة الأمنية وجميعنا نعول كثيرا على المواطن هو محور الإستراتيجيات كلها مواطننا الحمد لله قادر وفاهم دوره وبالتالي هو سند ورذيف لقوات المسلحة ولا الجزء الأمنية الحمد لله